السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد فرج انا عندي مشكلة في برنامج ان انا ما بقدرش هتعامل مع الصور واعتقد ان المشكلة دي تحتليها عندنا احنا الكل ان احنا بقدرش نتعامل مع الصور في برنامج من ناحية ايه من ناحية ان احنا نتحكم في الاضاءة الخاصة بالصورة او في الكنتراست بتاع الصورة او احنا نغمق او نفتح او نعمل بعض التأسيرات على الصور ودي مشكلة كبيرة واحد حيقول لي طب ما احنا نقدر نعمل على الفوتوشوب وبعد كده نربط لينك ببرنامج الفوتوشوب ببرنامج الليستريتور ببعض وانا لو عدلت في برنامج الفوتوشوب اقدر اعدل في برنامج الليستريتور هقول له طبعا ينفع بس هنا هتقدر انك لو انت امكانيات جهازك من الاجهزة المتوسطة هتقدر انك توفر النساح او توفر الرمات بالنسبة لبرنامج الفوتوشوب وببرنامج الليستريتور اللي احنا دلوقتي لو احنا مشغلين على صورة وفتحين برنامج ومحتاجين صورة عشان نعمل لها لينك. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل انا هتغير افتح برنامج الفوتوشوب وبالتالي برنامج الفوتوشوب هيسحب مني من الرامات وهيأثر على برنامج ولازم اكون عامل لينك بين البرنامجين عشان اقدر نعادل الصور. طيب المشكلة دي نحلها ازاي? المشكلة دي ان شاء الله نقدر نحلها في المجموعة استيوتي جرافيك اللي احنا نشرحها في اداة جميلة جدا 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 تقدر تعدل مباشر على الصورة. في حالة ان كانت الصورة مدموجة في برنامج اللي انت شغال عليها او كانت في حالة الصورة اا واخدها انت لينك. وبالتالي مش هبطر انك تفتح برنامج الفوتوشوب وهتشتغل على برنامج اللي ان شاء الله معنا في الدرس ده هنعرف ازاي نتعامل على الاداة ديك واداة جميلة جدا وفيها مميزات جميلة جدا وان شاء الله يكون درس مفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض بقى الاداة اللي احنا اتكلمنا عليها في مقدمة الفيديو واللي هي فانتازيوم. الاداة يا جماعة اللي هي الايكونة بتاعتها الخاصة قدامنا في مجموعة اللي هي قدامنا دي اللي بنقول الاخضر. الاداة دي اداة جميلة جدا جدا جدا. طبعا زي ما قلت في اول الفيديو ان في مشكلة بتواجهنا لما منيجي نعديل على الصور. في بعض الاحيان بنلاقي الصور اللي احنا اشتغلين عليها في التصميم محتاج ان هي تتفتح شوية. او تتفتح سنة عشان تزغط معنا التصميم. او تتغمق معنا. او او احنا محتاجين نديها مسلا او لون يكون مسلا عليها زي لون بني لون احمر ان هندي الصورة كلها لون واحد عشان التصميم اللي قدامي محتاج كده. فبتطر زي ما قلت ان انا بنخش على برنامج الفوتوشوب واعدل. الاداة اللي قدامي دي سهلت عليها الموضوع كتير مع افكتات كتير. ننظر اشتغل عليها وبطريقة احسن وافضل. طيب تعال نشوف الاداة معنا بتشتغل ازاي? اه المجموعة اللي قدامنا هي مجموعة جماعة وهتلاقي في المقترح فوق ازاي نصطبها للناس اللي هي اول مرة شايف معنا الدرس. ازاي تصطبها? احنا شرحنا قبل كده ادتين من المجموعة. المجموعة جميلة جدا وان شاء الله هتلاقي اه مع الاداة التفعيل بتاعها وازاي تفعلها وبتشتغل فعلا على برامج من 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 لحد الفين وعشرين. طيب تعال نشوف مع بعض كده. الاداة بتتعامل مع الفكتور والصور. زي ما انا شايف قدامي ده اشكال كتير زي ما احنا شايفين. وعندي طبعا الصور اللي قدامي دي. وان شاء الله هنجلها دلوقتي. خلينا مع الفكتور اللي قدامي. الفكتور اللي قدامي ده انا اقدر اشتغل عليه بالاداة. طيب ازاي? اول حاجة الاداة اول ما بسطبها بتنزل عندي في قائمة افكت. قائمة افكت بتنزل عندي هنا فانتازيام وبتجيب لي مجموعة كبيرة من التأثيرات اللي انا اقدر استخدمها وبطريقة احترافية. وبتنزل عندي من قائمة اوبجيكت. قائمة اوبجيكت بلاقيها عندي في فلتر فانتازيام وحلاقي ان هي غير مفعالة لان انا مش عامل اي تحديد لاي عنصر قدامي في المشروع اللي قدامي. فلو انا عملت على كل نصر اللي موجودة مسلا وبدأت ان انا اخشطب الفرق بين اوبجيكت وبين قائمة افكت. اوبجيكت يا جماعة مش هقدر اعدل بعد كده بعد ما اعمل التأثير على المشروع اللي قدامي مش هقدر ارجع واعدل عليه تاني لا ياما اعمل كنترول زاد ياما افتح المشروع من دلوقتي التاني اللي هو طبعا وابدأ اعدل عليه التأثير تاني. طيب قائمة اه اقدر اعدل واقدر اشوف التأثير بتاعي. وبعده قابل. طيب تعال نشوف من قائمة اه طبعا الكلام ده بيظهر عندي هنا لو احنا جينا هنا في الادوات الخاصة اه بالتعالى من قائمة ايوه القناة الاداة او او النافذ الخاصة احنا نشيل بس الافكت ده كان قديم ده الصورة الاساسية اللون الاساسي اللي انا هعمل عليه الفكت دلوقتي شايفين الان كان الان مسلا كويسة وجميلة ازاي? تعالوا دلوقتي هنعمل وبعد كده نخش على قائمة افكت قائمة هنيجي على فانتازيام ونبدأ نختار اه اي اداء حجم الحاجات اللي هي خاصة طبعا احنا شوفناها قبل كده في برنامج الفوتوشوب. اه تعالوا نشوف كده لو احنا بنزبط الاضاء والكونترست بتاع الشغل اللي قدامي. اول الحاجة بنفتح الاعداء اول ما ضغطها الاعداء بتفتح الاعداء قدامي بالطريقة ديات. عشان اعمل معينة لازم تكون موجودة قدامي. الشاشة اللي قدامي ديات فيها مؤشرين زي ما انت شايف تقدر تتحكم في الاضاءة وفي الكونترست اللي قدامك وفي اوبشن ان الافكت اللي انت هتعميله هتعميله على ايه? طبعا كل الصح اللي موجود ده يعني الافكت هيتعمل على كل الحاجات اللي انا مخترع لها صح قدامي دي. والحاجات دي طبعا ايه اللي هي الفيل والستروك والتيكست لو في تيكست في النص اللي قدامي او لو في صورة مجموعة في المشروع اللي قدامي. التأثير ده هتنفز عليها. ودي حاجة جميلة جدا. ان انا اضع اختار انا هزبط الشغل اللي قدامي على ايه? طيب تعال نشوف دلوقتي لا طبعا المشاريع اللي قدامي دي كلها هي فيل ما فياش هتقول لي عرفت منين لان هي كلها فما فياش طبعا اعلا نشوف لو انا شلت الفيل. قلت له مش هتأثر على الفيل في اللي انا هشتغل عليه. وبدأ تحرك. ايه اللي تملاحظه? مفيش اي حاجة بتحصل. ليه? لان انا شلت الفيل. طب الكلام ده لو انا هحطيت الفيل. ايه اللي هيحصل? بص. بدأت الصورة اللي قدامي يحصل عليها شغل. طيب ده جميل. ببدأ اغمى وببدأ افتح الشغل اللي قدامي لان بعض الاحيان بتشتغل على اه مشروع اه ان كان صورة او ان كان اه فيكتور فانت بتحتاج انك تغمع الالوان سنة فبيتضطر انك تروح تشتغل على كل الالوان. وطبعا الاضاءة وال والحاجات ديت بيتبدأ ممكن ااخد درجات الوان معينة وبتخلق لالوان جديدة اقدر استخدمها في شغلي. هلاقي هنا في بتاعي ان في حاجة اسمها دي هتلاقيها موجودة في كل الشغل اللي هنشتغل عليه. وفي حاجة اسمها وفي حاجة اسمها دي مش هتحتاج منها حاجات كتير لان هي اغلبها موجود هنا. لو انا جيت على اطفان ست بيتفتح لك قائمة تانية كده القائمة دية من كل موجود قدامك هتقدر تشوف الاستخدام بتاعه لانه حاجات يعني تعتبر سهلة بالنسبة للناس اللي تستخدم بلنامج الفوتوشوب انه طبعا تعمل تجاهل للون الابيض تجاهل لكزا تجاهل لكزا. فهو مزبط الاعدادات التلقائية مش محتاج انك تشتغل عليها ايه لازم انت كنت تفاهم انت بتعمل ايه? على الشغل ده. لو انا اشتغلت وعدلت بالطريقة دية وفتحت بالطريقة دية وغمقت بالطريقة اللي قدامي دي كده عادي. تمام? ابدأ اعمل اوكي. لو عملت اوكي هنا بتظهر عندي في القائمة ايه الخاصة في الافكتات في برنامج. ظهر عندي فانتازيام وقال ان انت مستخدم الافكت اللي هو بتاع الاضاء والكنتراست. وبعد كده موجود عندي الافكت قدامي. اقدر اخفيه وقدر ادộiه بالطريقة دي. او اقدر اضغط عليه ضغطتين ويفتحتاني بالطريقة دية وابدأ ان انا اعدل على الشغل اللي قدامي. آآ ده بالنسبة لاي اي ههي هيتنفس. هيتنفس بالطريقة دية لو انت عملته من قائمة لو انت عملته من قائمة ايه مش هيحصل اي تأسير. آآ يعني مش عاوز ان انا مثلا اوريك انه هو مش هيحصل او تأسير. مش هيحصل اي تأسير يعني ما يصغرش هنا في القائمة اللي قدامي دي. آآ بس طبعا انت لو جربتها حتشوف. اه طبعا دلوقتي خلاص انا هادلت ده مش عاوز الافكت بها. طيب انا دلوقتي ممكن استخدم ده بطريقة تانية لو انا عاوز اخلي كل الشكل اللي قدامي ده لون واحد بس متدرج. يعني عاوز يكون لونه ازرق بس ازرق متدرج. مش ازرق كده. يعني مش هعمله ازرق. في اللي كده شاف في اللي كده? لا. انا مش عاوز في اللي كده. انا عاوز ان انا اجي على قائمة وابدأ اختار واقول له طبعا نفس النظام اه اختار المرة دي. وابدأ ان انا اشتغل. طبعا نسمع ان اعارف ان هو بيغير الالوان تفاصيل الالوان زي ما انت شايف. فانا عاوز اقول له انا عاوز اعمال لك اه وابدأ ان انا دلوقتي ايه اللي حصل? اللي حصل لدلوقتي ان انا هختار اللون اللي انا محتاجه. واعدل في الالوان. هتبص تلاقي ان الالوان بتاعتي بقت من نفس درجة اللون اللي انا اشغل عليها. ودي حاجة جميلة جدا. لو انت بتشتغل على شخصية او بتشتغل على تصميم بترسم حاجة. فاحيانا بتحتاج من نفس اللون الشادو بتاعه او الاضاءة بتاعته او الانعكاس او الحاجة دي كلها. فتقدر انك تخلق مجموعة من نفس اللون بنفس درجات اللون ان هو غامق فاتح كده. وبتديك شغل جميل جدا 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 زي ما انت شايف. وده حاجة جميلة وسهلة. تقدر تشتغل عليها. اه نفس النظام بتقدر تطبق كل الشغل بالنسبة لك على الايه? على الفل والاستروك وغيره وغيره بالطريقة اللي انت شايفها ديت. وبتدي اوكي بيبدأ يظهر لك هنا في القايمة. ويكون زي ما انت شايفه هو قدامك وتقدر تخفي وتظهر بالشكل ده. طيب انت تقول لنا خلاص انا عملت بس لو خدت وروحت مكان تاني فتحت ومش موجود ده مش حلائي. فعلا عشان كده ما تخلص شغلك كله بالطريقة ديت على العنصر انت عاوزه بتعمل وبتعمل بتعمل له عشان خلاص اتثبتت الشغل ده وبالتالي هتفقد ان التأثير اللي هو هنا. تمام? فطول ما الفكتة عندها كنت اللي شغال فانت المتحكم. اما لو عاست زي زي التكست يا جماعة. التكست نفس النظام لازم نعمله عشان يبقى لو احنا هنديه لمطبعه او غيره. طب تعالوا نتعمل على الصور. الصور قدامي هنا ايه زي ما انت شايف. عندي الصور نوعين. اول نوع النوع اللي هو بندخله في برنامج ونعمل له عشان يبقى موجود دايما في الملف بتاع في حال ان انا اديته الى شخص او لما اطبعه لما يفتح الملف الى الصورة موجودة. والنوع التاني ان انا بعمل له بليس. بعمل له بليس يعني بجيبه من برة عامل فولدر كده انا مخصص فولدر حاطت في الصور حاطت في الحاجات ان انا اشغل عليها. واستدعي الصورة من خارج برنامج ايه الميزة? الميزة والعيب. اول حاجة هنا الميزة انك لما بتبعت الملف في الصورة المدمجة اللي هي مش على علامة اكس زي ما انت شايف. اه معناه ان الملف بتاعك حيبقى موجود في كل الصور بس المشكلة ان الملف هيكون حاجمه كبير. وهيكون تيقلي شوية في الفتح عشان يستدعي كل البيانات الموجودة في الملف. طيب ايه الميزة في البليس? الميزة في البليس اننا اول حاجة الملف هيكون ملف اللي نصرته النفس هكون خفيف لما يجي يفتح لانه هيستدعي الصور من الخارج. بس للاسف لو انت نسيت تبعط الصورة او تعمل ولا شخص عشان يشتغل عليه? هيفتح يلاقي الصورة مفقودة ومش هيقدر يلاقيها. آآ ولا يشتغل عليها الا ما ترسلها له تاني. طيب هتسألني من وجهة نظري متى بتفضل ايه? انا دايما بتفضل ان اعمل وبعد كده بعمل للتصميم بتاعي كامل وانا ما ببعته ببعته بالشكل ده. عشان اقدر بعد كده الصورة اعدل عليها او اكبرها او اصغرها بالشكل اللي انا عاوزه. طب تعالوا نشوف نقدر نتعامل ازاي على الصور ازاي دي صورة ونبدأ نعمله نفس نظام طبعا انا كان عندي هنا حلقة ايه? ودي الصورة بالاضاءة بتاعتها الاساسية. انا ده الصورة اللي قدامي هاجي على قيمة وبابدأ ان انا اختار الاضاءة او ممكن انا اقول له مفيش مشكلة. وبعد كده ابدأ اشتغل تمام? شفت انت اللي بحصل? بابدأ ان انا ازبط الاضاءة زي ما انا عاوزه ممكن اعمله وابدأ اشتغل له نفس النظام. احيانا بنستخدم بعض الحاجات دي في بعض التصاميم اللي هي اه بيتلوها اللي هي الاغلب التصاميم اللي توجده على الانترنت اللي هي دلوقتي بتلاقيها زي نظام لون واحد كده واخدها تقدر تشتغل بالطريق انت عاوزه وتدي اوكي يزهر لك نفس النظام هنا. طيب انت هتقول لي انا حالا جداءة طبعا وابدأ اشتغل. تاني وابدأ اختار له مسان الاضاءة. اه هلاحظ انك هتقول لي طب هو ما انفعل هو فيه الصورة فيها وفيها خلاص ده موجود يعني بيستخدم الصور وباستخدم فمش لازم يعني عشي تقول لي لو شلت الفل والاستروك ما هو اكيد صورة. مش هتشتغل مع فل والاستروك. لان دي صورة موجودة. فهو لو انت توفرت ده. ده لو اتوافر في العنصر اللي قدامك هيشتغل لو ما توفرش في العنصر اللي قدامك خلاص. حتى لاحظ هنا هو بقول لك لو انا باشتغلك على ده باشتغلك على فعلا انت لو شلت من هنا وجينا نشتغل ايه اللي بيحصل? مفيش افكت حصل. لان اصلا كان مفروض ان انا صح مع ان الافكت شغال وكل حاجة. بس انا لو رجعت تاني وبدأت اشتغل ايه اللي بيحصل? بدأت تشتغل. يبقى انا دلوقتي لو كانت العناصر اللي موجودة هنا تنطبق على الصورة اللي قدامي اشتغلت. مش موجودة خلاص. مش هتشتغل. بالتالي اه لازم اه تاخد بالك ان ده معمول عليه صح عشان تأثير يحصل وعندك معمول عليه صح عشان تشوف الشغل اللي قدامك اه شكله ايه. طيب تعالنا نشوف الصورة اللي هي طبعا الاول في الازدارات اللي كانت عشان نشتغل على حاجة زي كده دي عشان اديها فحترفض معنا طب ازاي لو انا جيت هنا دلوقتي وحبدأ ان انا مسأل لغي اللي موجود. حاجة هنا وابدأ طبعا لازم اتأكد ان ما فيش هنا عشان مسأل تبقى الصورة لسه بنشتغل عليها كاول مرة يعني. حاجة ومن حبدأ ان انا اختار اه التر بتاعنا وابدأ اقول له مسأل انا عاوز اعمل لك اضاءة او بالشغل بتاعي ما فيش مشكلة بعد كده بيجي لي رسالة تحزرية بقول لي العنصر اللي قدامك عشان تشوف عليه لازم تعمل طب انا عامل منين? انا عارف هعملها مني عشان كده هقول لك دلوقتي. هقول له اوكي. طيب هتفتح قدامي. لو انا جيت طبعا عندي موجودة وعندي موجودة. يبا دلوقتي اللي قدامي العنصر اللي قدامي ما توفرتش في اي صفة من اللي موجودة قدامي دي. اول حاجة اللي هو هي صورة مدمجة جوه برنامج. ولا هي بتاخد عنصر الفيل والاستروك والتيكست. لانا ما عنديش تيكست اصلا وانه هو مش فكتور اصلا فمش يعيش عندي الفيل والاستروك. طيب لو جيت اعمل على التأثير ما بتأسرش. ايه الخطأ? الخطأ هنا نيجي في ونبدأ نقول له ايه? يبقى اللينك اللي انا عمله اعمل لي عشان يبدأ اخد الايفكت. اول ما اعمل اشتغل على الايفكت اللي بيحصل بدأ اياخد الايفكت. طيب. هتقول لي هل ده بيأثر على الصورة الاساسية اللي هي اصل ان او اخدها لينك? لا الكلام ده ما بيحصلش ما بيأثرش على الصورة الاساسية اللي انت اشكل عليها. طيب ما لقي ايه? خلاص طول ما ده نازل على جهازك طول ما ده نازل على جهازك والصورة واخد الايفكت ده. طيب في حالة ان انت الفكت فقدته ونزلته اندوس جديد وما نزلتوش وفتحت التصميم بتاعك ببنامج الاستريتور قبل ما تنزل الايفكت. هتلاقي الصورة بشكلها الطبيعي الاول مش واخده اي ايفكت. وهنا طبعا الصورة مش نظر نعمل لها لان هي قصة مش فكتور. فبالتالي هتلاقي لازم تنزل بتاعك عشان يبدأ اول ما تفتح التصميم بتاعتك تلاقيها. تمام? طيب هتقول لي طبعا انا عزا هتفز خلاص صيفه صورة بقى عادية التصميم بتاعك اعمل له وخلاص الموضوع دي اه تفضل معك الصورة على طول. طيب تعالوا بقى نشوف بعض الحاجات اللي موجودة فيها في الشغل اللي قدامي وده ان شاء الله هنشرح معظمه والمعظم التاني في حلقة تانية ان شاء الله عشان ما نطولش على الفيديو. فبعض الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا. آآ بتديني شغل كويس يعني تعالوا كده نشوف الصورة دي لو انا جبت هنا في الفانتازيام ده وقلت له الهالفتون. الهالفتون طبعا موجود في برنامج بس مش بالقوة اللي هنا. تعالوا نشوف كده. انا دلوقتي ايه اللي حصل? حصل قدامي ان هو طبعا شافي الاماكن اللي هي آآ غمقة وبدأ ان هو يخلى لون الاسود فيها آآ تيل شوية. طيب انا عندي دلوقتي في النوع اللي قدامي ده عندي اشكال كتير. لو انا عملت ار جي بي. اللي بحصل خلاص حول الصورة بدأ ياخد الالوان الار جي بي اللي موجودة. انا لا انا بحب اقول له آآ سيمبل البوس بدأ هنا شكل ده جميل جدا بالنسبة لي. يعني حاجات زي كده طبعا قدر عملها على تيكست على اي صورة موجودة عندي. اللي بحصل دلوقتي ان هو بدأ ان هو يختار الالوان الغمقة بلونين يعني. يعني مش خلى ار جي بي ار جي بي ده هو العلوان التلاتة اللي هي الار جي بي والجرين والبلو. لا هو هنا بدأ يعمله سيمبل يعني يخد الوان من الشغل اللي قدامه. طيب. طيب تعال نشوف كده. آآ عندي او او الضقة او الجودة بتاعته اللعط اللي قدامي دي. لو انا زودتها شايف اللي بحصل بتزيد معي. بس لحظ. كل ما بتزيد بتعوز المعالجة اكتر. وده على حسن الامكانيات الجاهزة عندك. شوف انا كل ما اعمل تظهر الصورة اوضح لان هي بتتكون من نقاط اكتر. زي ما انت شايف. جميلة جدا. شغل يعني تقدر تعمله في ويعمل معك شغل جميل جدا. طيب تعال دلوقتي نشوف هنا في اللي هي النقط اللي بتتكون وقدامي دي نقطة دائرية. انا ممكن اغيرها. آآ عندي اشكال كتير. ممكن اعملها شوف بقت خطوط. ممكن اعملها اي حاجة تاني. مسلا مربعات. آآ ممكن اعملها اي حاجة تاني زي ما انت شايف. فمسلا آآ ايه الاخيرة ديات آآ آآ خطوط. يعني انت متخيل لو انا عندي شغل. يعني اعوز اقول لك بس وزود شوية زوم شايف? تكونت الصورة قدامي من خطوط. تتخيل معي الشغل الجميل اللي جدا تقدر تعمله. هتسأل نفسك سورو وتقول لي طيب آآ دي الخطوط. الخطوط دي آآ يعني انا خطرت هنا في الشيب. الكاراكتر الخطوط. فيه اوبشن. الاوبشن دول ما بفتحه بقول لي ايه الخطوط اللي تتكون. يعني ايه الخطوط اللي هتتكون من كده. آآ ايه بي سي دي يعني الكلمة اللي انت هتختار منها. ايه نوع الخط اللي انت عاوز وتشتغل عليه. فانت متخيل ممكن تعمل اشكال جميلة جدا وابداعية بالشكل ده. آآ دي من اللي ادوات اللي عجبتني جدا جدا في طبعا غير القضاء والحاجات دي. يعني طبعا هي بتسهل علي آآ بس مش بتديني حاجة فيها او بداع. ان انا قدر هتطلع شغل جميل جدا. آآ دي حاجة جميلة جدا انك تقدر تشتغل عليها بالشكل ده. طبعا نجرب بقى انك تقدر تعمل آآ آآ تزبط اللي تغمأ اتفتح بالحاجات دي تقدر تشتغل طبعا آآ بالشغل ده اقامل جدا. آآ خلاص نعمل مسلا اوكي ونبدأ طبعا بالشكل اللي قدامي ده. وكل ما تزود يبدأ يديك تفاصيل اضاك. بالشغل اللي قدامك ده. آآ تمام. خلاص انا اقدر عني طبعا بعد ما ازبط كل الكلام اللي قدامي ده فاي يوقش انا احنا اشتغلنا عليه او اي فكت احنا اشتغلنا عنين يقدر نعمل سيف. السيف ده لكنك بتسيف كل الادادات اللي انت عملتها في مكان في انت عاوزه وبعد كده بتقدر تستدعيه بتعمل وتجيب نفس اللي انت عاوزه وبالتالي تنفز على طول من غير ما تقعد تعمل كل الادادات اللي انت عملتها كل مرة. ودي حاجة حلو قوي. آآ العناصر اللي موجودة دي يا جماعة عناصر عاوزة منك ابداع فمن فعش ان انا اقول لك كل حاجة انت بديك الاساسيات بتبدأ انك تجرب تشوف انت تقدر تشتغل ايه يعني يعني آآ تعمل شغلك ازاي. بعد ما انت شايف اقدر اخفي واشوف يعني شايف اخفي يعني آآ طبعا انت شايف الكلام ده بينطبق على الفكتور انا لو جيت مسلا هنا على الفكتور نفس الفكرة اعلم على الكل وابدأ ان انا اقول له نعاوز نفس اللي هو آآ وبعد كده اقول له فانتازيام واقول له نعاوز آآ نفس الفكرة باختار سيمبل آآ راحتك شوف انت عاوز ايه لو ابيض واسود او كده وبختار الشكل اللي قدامي ده طبعا انا بختار مسلا ممكن اعمله حتى عشان تبقى انت عارف يعني ممكن انا اقول له حتى يعني لما كان لما بقت فكتور ايه اللي حصل داني حاجات كتير شايف حتى منهم يعني حاجات اصلا آآ سيمبل موجود اصلا انت تقدر تجرب واحد واحد انا اخترت كاركتور طبعا آآ على حسب الجودة اللي موجودة هنا بتبدأ تشوف بقى تختار انت مسلا عاوز الابيض تبقى تحت بس الحاجات ديت بالنسبة لتصميم في حالة اني اني كان يعني تحتفظ بنفس الطبقات بتاعت التصميم مع بعض ولا لا انت كل فكرة كلها انك بتزود كده شايف التصميم بتاعك مكون من حروف وده حاجة جميلة جدا زي ما اولت لك تقدر تشتغل حتى هو عمل غامق حروف كبيرة اسود والبقى زي ما انت شايفت درجات اللون قدامك فاتح غامق آآ يعني انا شايف ان التأثير جميل جدا خلاص ده كان بالنسبة للشغل قدامي طب تعال نشوف ده نلغي نشوف حاجة تانية نلغي الشغل قدامي ده ونعمل دليت آآ اول حاجة اديكم واحدة يعني حاجة كمان يعني اضافة كمان ونكمل اللي بقى ان شاء الله الحلقة اللي جاية عندنا هنا اللي هي الديوتون دي طبعا انا دلوقتي عند الصورة دي الصورة دي نعوزها اخليها من لون واحد يعني اخلي الصورة اللي قدامي دي تطبع من لون واحد طبعا هو في الاول بيكون اللون ده اصلا ابيض ما لوش اي تأثير بيكون كده انا عندي اربع علوان زي ما انت شايف طيب الاربع علوان اللي قدامي دي لازم احدد الصورة الاول زي ما انت شايف وبعد كده ابدأ اقول لون افكت ديوتون وبعد كده انا دلوقتي عند الصورة اللي قدامي ديت واخد لون واحد زي ما انت شايف طيب يعني اي لون واحد يعني انا عندي صورة او عندي اي شغل اعوز اقبعه لون واحد مثلا اللون اللي يكون عندي وليكن تعال كده نجر عشان تشوف انا اللون اللي عندي كده انا هقول له اا دي ده الدفولت اصلا اللي هو اللي موجود فانا لو انا قلت مسلا عندي السيان تعال اشوف بس دلوقتي نخلينا هنا ونجيب بس انا البرينت وقول له ده اللون انا عاوز السيان السيان كام يا جماعة خلي الماجنة الماجنة مية خلاص يبقى احنا نعلم هنا سيليكت ونبدأ نيجي على ونقول له وبعد كده ابدأ هنا اقول له انا اعاوز الماجنة مية ده الماجنة صح خد مية ده لون واحد الماجنة انا هو مية او لوكي طيب انا عرف منين ادي الصورة اللي قدامي هاجي على فرز الالوان واشوف عشان الصورة اللي قدامي طبعا نشوف لون واحد مش في الوان تانية بعد كده اقول له ليه ما بزهرش اه عشان نعمل سيليكت برضو اعاوز الماجنة تاني ولا عشان ممكن صورة لا حتى لو صورة اعتقد يشتغل طب بنشوف عالفكتور بنلغي الافكتور دي الطريقة دي عدد ونشوف لو احنا بنقول له اوبشن اه افكت وبعد كده ونبدأ نقول له عادي اعتقد هو يعوز ماشي خلينا نقول له زيرو مية زيرو اوكي اوكي ماشي عاوزي نيو ستوريش ونبعد كده اختار او عشان ار جي بي ام طب نحولها شفته خلاص عشان الصورة اه مش سيم واي كي فعشان كده بقول لك انت عاوز اللي انطبع عليه فاحنا خلينا كده ونقول له اه نرجع تاني للصورة بتاعتنا ونقول له اه هنا من الدوكومنت سيم واي كي وبعد كده نبدأ ان احنا نخفي ده كله ونبدأ ان احنا نشوف هل هو فعلا طبعا الصورة دي ملكوش دعو بيها انا هحزفها اصلا اي اخينا في الصورة الاساسية دي ده المجنطة طب لو احنا شدنا المجنطة مش هينفها طبعا لازل نختاله معاك كمان شوف لاحظ اي الوان عندك اليالو ظهر في اليالو اه جزء بسيط بس هو عندي الاساسي المجنطة طبعا نشوف تاني هنا ليه ظهر في اليالو ايوة خلي ده زيرو مية زيرو اوكي خلاص كده اوكي تعالى بقى نشوف كده ظهر في اليالو اه شفت لما احنا طبعا محولنا سيم واي كي فاختلافة الالوان شوية فدلوقتي اللي عندي اللي عندي كل الالوان اللي عندي الاربع الوان اللي موجودين عندي الفرز الالوان انا عندي اللون ده بس هو اللي ظهر عندي مجنطة فقدر اطلعه لون واحد اه بالطريقة دية براحتي او ان انا مسلا طبعا هو مش فيه سيان انو اصلا مش في سيان انا عامل مجنطة بس ودي حاجة جميلة جدا برضو ان انا اقدر استخدمها في حالة ان انا عاوز صورة موجودة معي في الشغل اللي قدامي وتكون لون واحد اه طبعا انا هتحس انت اطلخبط بس الموضوع اه سهل جدا ايه هو اللي سهل في الموضوع انا ولك ايه اللي سهل في الموضوع دي صورة وده موجود هنا هو ات لو انا عاوز اخليها لون واحد عشان بس ما اطولش عليكم اه لون واحد فانا اعمل ليه عشان اخليها لون واحد انا عندي افكت جميل جدا ان انا باجي على افكت وبقول له فانتازيا ما اقول له انا عاجل اسمها ديوتون ديوتون هنا انا اختار لون اه سنائي او احادي فعندي علوان كتير هنا يعني انت ممكن اختار انا لونين اللون الاسود ولون تاني في في الصورة اللي قدامي ديت وحيتطبعه على الشغل اللي قدامي. طب هتقول لي ازاي? انا هقول لك لو انا جيت دلوقتي ده اللون الاساسي اللي اللي موجود هنا ممكن اخفيه طبعا عادي مافيش حاجة تتأثر على الصورة. بس خلينا نزهر اللون هنا. طبعا مش هيحصل موجود حاجة هنا قدامي ليه لانا مش عامل سليكت على الصورة فانا اعمل سليكت على الصورة قبل ما اشتغل وبعد كده اقول له انا اعاوز ديوتون زي ما انت شايف. ده اللون اللي قدامي. لو قفلت اللون مفيش حاجة قدامي في الصورة فانا اختار لون تاني. اللون ان هاختاره دلوقتي احنا هقول له ان الصورة الادامية ديت انا هخليها ماجنتة. الماجنتة اللي هي احنا قلنا مية. البرنامج بيشوفها مية. خلاص. انا عاوز اضيف لون تاني اسود. خلاص اضيف لون تاني اسود عليها. مش ابيض. طبعا انا ما عملت صح هنا دي ابيض. فانا هقول له الابيض. الاسود اللي هو البلاك. اقول له اكي. ايه اللي حصل? بقى عندي دلوقتي لونين موجودين في الشغل اللي قدامي. الاسود اللي هو اللي بلاك. وعندي الماجنتة. طيب اقدر بقى ان انا الاسود ده اغمقه من هنا سنة كده. افتحه من المؤشر لقدامي ده كده بالطريقة دية. زي ما انت شايف. طبعا المؤشرات دي معناها ان انا اعمل الاسود للشغل ده او اعكس الالوان. يبقى الاسود هو اللي فوق الماجنتة اللي هو تحت. فهمني? او خلي مسلا. اه لو كن لها مية في المية فهتغمق خالص. انا عجبني الصورة بالطريقة دي اقول له او كي. انا عندي دلوقتي منها لونين. اقول له او كي. طب انا اعرف منيني ان انا عندي منها لونين. لو انا جيت على السيبيريشن اللي هو الخاص بالالوان او اللي هو تصل الالوان ما انا صح وبدأت اشوف اولا انا عاوز اشوف وضع الطباعة. لازم تتأكد الاول ان الصورة اللي قدامك سيمواي كي. يعني تحولها سيمواي كي عشان انا نشغل طبعا دلوقتي. فدلوقتي بتقول له ايه? بتقول له انا عاوز اخفي كل الالوان معادة. تشوف انا خفيت خفية السيان وخفية اليالو بس البلاك موجود. طب لو خفيت البلاك اتغيرت الصورة. طب لو حطيت اليالو مفيش حاجة. مش هتظهر حاجة خالص. طب خفية السيان هيفضل البلاك اللي موجود. يبنى دلوقتي عندي لونين موجودين. اقدر ان انا اعمل الصور اللي قدامي من لونين من تلاتة الوان من اربع الوان حسب الشغل اللي قدامي. اه اتمنى ان هي تكون مفهومة اصلا الحاجة ديت. وان شاء الله اه في حاجات جميلة جدا في نفس اليفكت. هنبدأ نشرحها. واليفكت طبعا موجود قدامك وتقدروا ان انتوا اه تعملوا شكة عليه كده وتجربوا. لان التجربة هي خير اه دليل زي ما قولوا انك تقدر انك بعد تجربة هتكتشف حاجات جميلة جدا جدا جدا. انا بس كل الدور وكل الدور اللي علي ان انا بفتح المدارك قدامك لان طبعا مستحيل ان انا اقول لك على كل حاجة. طبعا الحاجات دي بتعويس دورات كتير ان انا مسلا ايا 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 اكتشف حاجة شغل اعمل على تأثير قدامك. دايما تتعود انك تاخد تفهم وبعد كده تبدأ انت تبدأ بنفسك انت تبدأ تشتغل تبدأ تجرب تجيب من هنا من هنا. اه وتشوف ايه لانك بعد كده مش معنى ان انا ان انا مسلا قلت او معنى ان انا اشتغلت على لا انت ممكن تبدأ اكتر مني لانك انت ممكن تدور وتشوف وليك فكر تاني مختلفة عن عن فكري او استخدامات تانية مختلفة. وتقدر تعمل منه اعلى شغل. اتمنى تكون الحلقة مفيدة جماعة. واتمنى ان انا كن وفارت عليكم وقت بالنسبة للتعديل على الصور وضفت لكم معلومة جديدة. وان شاء الله نكمل بقية الفنتازيوم في آآ درس قادم ان شاء الله. وان شاء الله انه يخلص المجموعة كلها. واشوفكم بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.